أزمات خطيرة يعاني منها القطاع الصحي في السودان نئف منذ قدوم الحكومة الانتقالية وفشلها في التعامل مع جائحة كورونا وتفاقم الأزمة الاقتصادية والتي أثرت بدورها على القطاع الصحي وأوصلته لحافة الانهيار تعاني أغلب المستشفيات في البلاد من نقص في الأدوية والمستلزمات الصحية بسبب ضعف التخصيصات المالية والتي لا تتناسب مع حجم احتياجات القطاع الكثيرة في ظل انتشار الأمراض المزمنة وضعف الإمكانية المتاحة الحكومة الانتقالية غضت طرفها عن أزمة القطاع الصحي والتي تتفاقم يوما بعد آخر فبعد مشكلة نقص الدواء وضعف الإمكانيات تضاف مشكلة أخرى وهي الإضرابات المتكررة للكوادر الطبية وهذه الأيام تجدد إضراب أطباء الامتياز ودخولهم في إضراب شامل وانسحابهم من 40 مستشفى في العاصمة والولايات مطالبين وزارة الصحة بصرف مرتباتهم وإصلاح الخلل الوظيفي أما الصيدليات هي الأخرى تعاني من نقص الدواء وخاصة المنقذة للحياة حيث توقفت العديد من الشركات عن البيع وأغلقت أبوابها فيما زادت أسعار الأدوية بحوالي 300% خاصة بعد قرار تعويم الجنيه معاناة المرضى في تزايد مستمر بسبب الإهمال ونقص الكوادر الطبية والفنية كل هذا والحكومة الانتقالية تغط في صبات عميق ولا توجد لديهم حلول جذرية لحل مشاكل القطاع الصحية الكبيرة ترجمة نانسي قنقر